اكد المرشح لتولي مهام سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى مملكة البحرين جاسن سبريل التزام بلاده بالعمل مع البحرين في مواجهة التهديدات الايرانية مشددا على اهمية توفير احتياجات البحرين الدفاعية وقال سبريل في كلمة له امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي قال ان البحرين تشكل شريكا استراتيجيا مشيرا الى اهمية توفير احتياجات البحرين الدفاعية لصد اي عدوان خارجي مؤكدان الالتزام بالعمل مع البحرين لضمان مواجهة التهديدات المستمرة من ايران مما في ذلك مكافحة التدريبات والمساعدات التي تقدمها ايران للافراد والجماعات التي تسهدف الحكومة وقوات الامن في البحرين وفي الشأن الاقتصادي قال سبريل ان الولايات المتحدة والبحرين تتمتعان بالشراكة الاقتصادية القوية والتي ابرزتها اتفاقية التجارة الحرة منذ عام 2006 حيث تضاعف حجم التجارة الثنائية بين البلدين الى مليار وسبعة ملايين دولار سنويا بالاضافة الى اكثر من 180 شركة امريكية تقوم باعمال تجارية في البحرين واضاف بان البحرين تستحق الثناء على جهوده الرامية الى مكافحة الاتجار بالبشر داخل حدودها من خلال تطوير الالية الاحالة الوطنية وتعزيز استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتحقيق في حالات الاتجار المحتملة واتخاذ خطوات لتعديل نظام الكفالة وفي الشأن الثقافي قال سبريل بان مئات الطلاب البحرينيين يأتون الى الولايات المتحدة كل عام قاصدين الكليات والجامعات الامريكية ما يوفر للبحرين فهما اعمق للمجتمع الامريكي والشعب الامريكي مشيرا الى ان مشاركة اكثر من 2500 بحرينيين في التبادلات الثقافية والاكاديمية الرسمية على مدى عدة عقود بما في ذلك برنامج الزائر الدولي في صفحت وليل الوصول بوجودة كتابة وفي الشخص من السياس Harald هذه التحقيقين الأماكن من غيرiras